اللي معانا هي فقرة نصايحكم والنصيحة اللي معانا هتساعدكم في حماية خصوصياتكم كلنا بنستخدم جوجل ماب عشان نوصل للمكان اللي احنا عايزينه بس هل عارفين ان جوجل ممكن يكون بيشوف اكتر من اللي انت عايزه؟ ممكن يكون بيصور بيتك، عربيتك وحتى وشك عشان كده لازم تعرف ان ازاي تحمي خصوصياتك في حاجة اسمها جوجل فيو جوجل فيو بتخلي اي نقطة متحددة على الخريطة ممكن تشوف صور موجودة فيها الصور الموجودة في المنطقة دي ممكن يكون فيها شخص رفاعة ومش واخد باله مثلا من اللي فيها او ممكن تكون جوجل نفسها اللي واخداها المهم ان ممكن تكون الصور دي بتختارق خصوصيتك طيب ازاي نشيل الصور دي؟ اول حاجة ادخل على جوجل ماب وبعدين على الاعدادات هتلاقي خيار اسمه تقرير مشكلة على خراية جوجل دوس عليه واختار المشكلة اللي شايفها زي صورة بيتك او العجلة بتاعتك جوجل هتراجع الصورة وتشتبها ولو كانت فعلا بتنتهي خصوصيتك تاني حاجة ممكن تستخدم ادوات خاصة بتعتيم الوجوه والارقام في الصور قبل ما ترفعها على النت كده هتحمي نفسك من اي مشاكل مستقبلية تالت حاجة خلي بالك من اعدادات خصوصية جوجل بشكل عام ممكن تلاقي خيارات بتتحكم في المعلومات اللي جوجل بيجمعها عنك واخيرا لو شايف ان الموضوع اتعدى كل الخطوط ممكن تتواصل مع جوجل بشكل مباشر عن طريق خدمة العملاء اتمنى تكونوا استفدتوا من النصيحة بتاعت النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر